بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام خمسة أمور تقلل من أجرك في إعطاء الصدقة وربما تذهب الصدقة بأكملها فلا نفع من صدقتك التي أنت تعطيها للفقراء والمساكين أو من أهلك وأقاربك لا نفع فيها وليس لك أجر فيها خمسة أمور تجنبها عندما تعطي الصدقة أولا أن تكون الصدقة من مالك الطيب الحلال ربما البعض يتصور بأن الله سبحانه وتعالى يخدع في جنته وكسبه حرام وطريقته في العمل حرام وبعد ذلك يعطي الصدقات ويحاول أن يخدع الله سبحانه وتعالى لعل هذه الصدقة تحصنني وتكفر عني ذنوبي إلى غير ذلك فهذا يقلل من الصدقة بل يمحي الصدقة ولا قيمة للصدقة إذا كانت من أموال حرام من أموال الناس عن طريق الربى عن طريق ظلمهم سرقة أموال الناس إلى غير ذلك والمعاملات بغش وحرام إلى غير ذلك النقطة الثانية أنك تفضل الصدقة على مزاجك يعني الذي يستحق هو من أهلك الذي يستحق من أقاربك ولكن نتيجة الخلاف بينكم فأنت تعد الصدقة للفقراء والمساكين الذين هم ليس من أقاربك ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يعطي قيمة لهذه الصدقة لأنك تعبد الله سبحانه وتعالى كيفما شئت وكما تريد مع أن الصدقة للأقربون أولى وأكثر أجرا وأعظم أجرا بل إنك تجلب الغيبة على نفسك ورحم الله إمرأة جب الغيبة عن نفسه وكذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام كان يعطي الصدقة ويساعد في الصدقة من أهل وأقاربه من دون أن يعرفوا رغم أنه يعلم بأن البعض منهم كان يتكلم عليه بالسوء ولكن لم يتركهم أبدا كان يعطي أهله ويعطي من أقاربه ويعطي كذلك عامة الناس كي يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ولا تكون الصدقة مزاجية لا تكون الصدقة مزاجية الأمر الآخر أن لا تقلل من قيمة الصدقة وتتصور إذا أعطيت كثير فثوابك كثير وإذا أعطيت قليل فثوابك قليل الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا تقيم أجر الصدقة لا تجعل من نفسك بدلا من الله سبحانه وتعالى الله هو المقيم ربما أنت تعطي درهما واحدا الله يربيه لك كجبل أحد وربما تعطي أموالا على قدر جبل أحد ولكنك من وراء المن والأذى وغير ذلك والمزاج وتشيع الأمر إلى غير ذلك فلا تأخذ عليه أجرا أبدا فاعطي الصدقة والتقييم عند الله سبحانه وتعالى ولا تقول هذا قليلا ولا تتفاخر بأنك تعطي كثيرا فأن الصدقة بهذه الصورة تمحى ويقل الأجرها وربما لا أجر لك الأمر الرابع ألا تتبع صدقتك بالمن والأذى لا تتبع صدقاتكم بالمن والأذى أنا أعطيت فلان وأنا تكلمت مع فلان وأعطاك كذا وأنا كنت وسيطا إلى كذا وأعطاك إلى غير ذلك أو أنك في يوم من الأيام تقول له ألم أعطيك مالا ألم أتصدق عليك ألم أساعدك بمجموعة أو بمبلغ من المال إلى غير ذلك فهنا تمحى الصدقة تماما ولا يبقى لها أثرا أبدا فلا تمن بصدقتك ولا تؤذي بها أحد أبدا لا تمن تأتي وتقول والله ساعدت واحد من أقاربنا بالزواج وأعطيتها كذا وكذا مبلغ من أقاربنا مرى مريضة وأعطيتها كذا مبلغ وبعد ذلك أنت تمن وإذا وصل إليه تأذى وكأنه يعني أنت تمن عليه أو لا تعيره في لحظة خلاف بينكما ألم أعطيكم أمكم جاءت إلي وأعطيتها مبلغ أخوك أعطيتها مبلغ أنت أعطيتك مبلغ فهذا كله يذهب الصدقة الأمر الخامس أن تخفيها للصدقة لا تتظاهر لا تتفاخر المشكلة في بعض الأحيان بأنك تحاول أن تتفاخر بأنك من أهل الصدقات وبأنك من الذي يعطي المال للناس وتنسى بأن المال هو الذي قد أعطاك الله إياه وجعلك سببا بأن تعطيه للناس لا أكثر ولا أقل المصدر الحقيقي والأساسي للصدقة هو الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك هو الذي سبب لك سببا ليجري المال على يديك فتعطيه للناس فلا تتفاخر لأن الله إذا أراد في لحظة واحدة أن يقطع عنك المال فلا تستطيع أن تشبع نفسك فضلا عن أن تعطي أحد لا تستطيع أن تشبع نفسك فلا تتفاخر فيما ليس لك إنما المال أمانة الله عند الأغنية يعطونها للفقراء يقتسمونها مع الفقراء هذه الخمسة الأمور تؤثر على الصدقة تقلل من أجر الصدقة وربما تمحي الصدقة تماما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عنها تماما هذه الأمور الخمسة أما في مسألة منافع الصدقة كما يقول علماؤنا الأعلام بأن الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى تمحو الخطايا وآثارها تعتبر وقايا من النار يوم القيامة يستظل المتصدق بها يوم القيامة حيث أنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيها دواء للأمراض البدنية الصدقة هي دواء للأمراض القلبية والنفسية المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم تجعل الله سبحانه وتعالى يبارك في مالك وفي بدنك وفي صحتك وفي دراستك وفي طموحك وفي زوجتك وأولادك تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو والحلف والكذب والغفلة يعني إذا أردت أن تتخلص من الحقد أن تتخلص من شيء سيء من أخلاقك لا سمح الله فعليك بإعطاء الصدقة بنية أن تتخلص من الكذب أو كثرة الحلف أو الغفلة أو الحقد أو عدم الصلاة في وقتها تتصدق يضاعف الله للمتصدق أجره الصدقة صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة سبب لأصول المسلم إلى مرتبة البر دليل على صدق إيمان المسلم لقوله صلى الله عليه وآله الصدقة برهان على الإيمان وكذلك هناك منافع كثيرة جدا لا تحصى تطهير المال مما قد يصيبه من الحرام في بعض الأحيان خاصة عند التجار بسبب اللغو والحلف والكذب في بعض الأحيان من غير تعمد من غير تعمد نتكلم والصدقة تدفع البلاء والصدقة تجعل انشراح للصدر وتجعل هناك طمأنينة للقلب وراحة القلب والابتعاد عن الهم والغام الصدقة سبب لدخول الجنة ويدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة بأنه مضاعف الأجر سبب لوصول المؤمن إلى ما يحب سبب سرور المتصدق وقضاء حوائجه تدفع ميتة السوء تفتح الأبواب المغلقة تسد سبعين بابا من السوء في الدنيا أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يهدى للميت في قبره الصدقة الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى ولو شئت يعني أتكلم للصباح لا ننتهي من ثواب الصدقة برنامج صباحات ولا أيام من محمد خاد في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام